السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد تحسين من قناة سرشاجي ازايكم عامليني اتمنى اكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله رحلة التخسيس مش من يوم وليلة رحلة التخسيس بتاخد وقت شوية انا حاليا ماشي في مرحلة دايت وتخسيس وان انا بنشفه كده يعني كلمة دي هيفهموها قوي اللي بيلحبوه كمال اجسام او بيروحوه جمه وكده يعني حاجة كده بسيطة عشان تفهمها الجسم عشان تخس بيبتدي يجاوبك في اول اسبوعين بعد كده يبتدي يرخم لان هو بيحس ان انت بتفقده الدهون اللي عنده فطبعا بيبتدي ان هو يدافع عن نفسه فبيدافع عن نفسه بكذا طريقة ان هو مثلا بيملك مية وبيملأ الخلال فقط الدهون دي مية فانت بتحس ان انت منزلتش عن ميزان او منزلتش وهكذا بس النصيحة استمر عشان هفهمك ليه تستمر من دمن المعادلات البسيطة جدا ان الجسم عشان تخس طاقة دخلة وطاقة خارجة دي معلومة يعني الاكل اللي انت بتاكله لو كتير والحرق اللي انت بتحرق قليل فانت كاي تتخان لو انت بتحرق كتير وبتاكل قليل فانت كاي تخس دي كده المعادلة البسيطة جدا من دمن الحاجات اللي انت عايز تعملها لو انت مثلا جسمك وليكن زيادة مثلا فانت عايز تقل مثلا تخص مثلا يجي حوالي 10 كيلو لكيلو الدهون في 7700 سعر اقول 7000 سعر حراري 7000 سعر حراري وليكن انت عشان انت بتعشي تحسب سعرات حرارية ولا حاجة فانت هتقلل اكلك فانت عشان تقل كيلو دهون لو انت مثلا بتقلل 1000 سعر حراري فانت هتحتاج عشان تخص كيلو دهون اسبوع كامل فانت عشان تخص 10 كيلو دهون محتاج 10 اسبوع 10 اسبوع فالموضوع مش سهل بس في نفس الوقت استمر وما تضعفش لان فعلا فعلا الموضوع يستاهل انا شاية اقول لكم يا جماعة انا وصلت لمرحلة ان انا كان كل من ساعة ما انا يعني جسمي كبر وبتقيت لعب حديد وكده كل هدومي لقت علي انا ما بيتش لبس غير بانطرون او بانطرونين بس اللي بامشي بهم طول الوقت كل لما خصيت ابتقت الهدوم كلها تثبت وبتقدك باسمي عرد وهكذا عشان خطري استمر وما تخافش وما تفتكرش انك يست لو انت كنت عايز تخص 10 كيلو فانت هتحتاج 10 اسبوع فساعة برضو وقت انت ما بتبقاش ملتزم 100% فانت هتحتاج 10 اسبوعية تبقى 15 اسبوع تبقى 12 اسبوع وهكذا عشان خطري كمل واستمر واي حاجة اسألني في لو انت على تيك توك تعمل شكرا جدا لكم وكان معكم محمد تحسين من قناة سرشاكي والسلام عليكم شكرا جدا لكم اشتركوا في القناة شكرا جدا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم